علشان نشتغل على مصلحتنا لازم يبقى طول الوقت عندنا أدوات الضغط السياسي يعني إيه؟ يعني لازم الفلسطينيين يبقى عندهم كروط الضغط لازم العرب يبقى عندهم كروط ضغط طب إيه اللي بيفهمه العالم؟ العالم يفهم القوة فقط لا غير لا يفهم أي حاجة غير القوة معياره الوحيد تيجي تقول لي يعني إعلان الحرب وقول لك لأ طبعا لا طبعا الحرب عمرها مكانت خيار لحل أي شيء الحرب دايما هي الخيار الأخير اللي ما يبقاش فيه قدامه أي خيارات أخرى طول ما فيه أدمغة وفيه ألسنة وحاجة اسمها السياسة وديبلوماسية وناخد وندي تمام بسلزة من استخدام القوة طب تيجي تقول لي مثلا مثلا قل لي حاجة من القوة اللي ممكن نستخدمها كعرب قل لك لا والله أقول لك ليه ما تقرأ تاريخ في 73 ما هو دا كان معيار قوة مش إن إحنا حاربنا أو إن الجيش المصر اتصر لكن فيه حاجة سماكت إرادة عربية موحدة هذه الإرادة العربية الموحدة قدت إلى تضافر القوة العربية هو كل العرب سهموا معانا على خط النار لا بس فيه اللي قطع البترول وفيه اللي مول التسليح وفيه اللي باعت طيارات وفيه الكويت على سبيل المثال باعتت فرقة اسمها فرقة المغوير مش عارف حضرك قريط عليها ولا لا مثلا الجزائر دفعت فلوس ليبيا عملت السعودية والخليجة عملوا كل واحد عمل اللي يقدر عليه في إطار إيه الإرادة العربية الموحدة هل دا سلح أقوى من الحرب يوه 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 بكتير إرادة عربية موحدة هتركع العالم فقل من 24 ساعة دا بما انتهى البساط تركع العالم انت في إيدك احتياطيات بترولية 37% من كمل احتياطيات بترولي اللي في الدنيا عاوز تقفل المحبس هتقفله عايز تسيب المحبس مفتوح برحتك تاني أنا مش من الناس التي تقبل المزايدة علي ولا أحب المزايدة على أحد وأعلم أن هناك مصالح لكل الناس وخلينا دايما نؤكد على أيوة أنا عايز الناس تشوف حقها وتشوف مصالحها وتشوف شغلها بس إرادة عربية موحدة المجموعة العربية قامت بدور جيد بالقيادة المصرية في الأم المتحدة عشان نقدر نوصل لجلسة الأم المتحدة أو جلسة الجمعية العامة الطريقة أقول لك آه أنا عايز زيادة طبعا عايز زيادة عايز كل أشكال الضغط تقدر 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 ونص أنت توقف اقتصاد العالم بجرة ألم وتقومه تاني بالجرة اللي بعدها إن أردت ترجمة نانسي قنقر